قدم رئيس جمعية حقوق المسالكين داودا الحاج يحيا حديثا صعفيا حول الاحتفال باليوم العالمي بدون تبق حبيب محمد أبسرس والمزيد من التفاصيل التبق خطر يهدد التنمية شعار اتخذته منظمة الصحة العالمية هذا العام للاحتفاء باليوم العالمي للامتناع عن التدخين تذكيرا بالمخاطر الاقتصادية التي يسببها تناول التبق كخفض الانتاجية وتفاقم الفقر فضلا عن تكاليف الرعاية الصحية الباهزة الثمن وبحسب احصائيات المنظمة فإن نحو الثمانين في المئة من الوفيات المبكرة الناجمة عن التبق تحدث في البلدان الأقل نموا والمتوسطة الدخل وأحياء لهذه المناسبة دعا رئيس جمعية حقوق المستهلكين داودا الحاج آدم خلال مؤتمر صحفي الحكومة إلى زيادة الضرائب المفروضة على الثجائر وتطبيق القانون رقم 10 الصادر في العاشر من يوليو لعام 2010 والمتعلق بتنظيم وبيع السجائر إضافة إلى اتخاذ كافة التدابير الوقائية الممكنة وإدراج برنامج محدد في الخطة الوطنية للتنمية للحد من هذه الآفة التدخين تشيبك أي كمرك في شاري ألا مشغل بالتلقى الصحي اللي تبيه إلا السيجارات وفي تلقى بأي بوينفان الخانون قال في 30 متر مواجب جنب الأيكول والمستشفى والآجان مثل مواجب وخدت له بكان تربسته لسيجارات وسمن داودا من جهة أخرى جهود الدولة التي تبزلها في توعية المواطنين بمخاطر الطبق ونشير إلى أن البلاد تحتفي باليوم العالمي للامتناع عن التدخين الذي يصادف الحادي وثلاثين من مايو من كل عام بشكل سنوي